أكد الهلال الأحمر المصري استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية إضافة إلى التبرعات المحلية للمنظمة لتوصيلها إلى قتاع غزة وأكد الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء رائد عبد الناصر أن هناك تكاتفا كبيرا لإيصال المساعدات التي تتوافد من الدول العربية والأوروبية وأيضا من داخل مصر وأوضح عبد الناصر أنها تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار لجميع فرق الهلال الأحمر لاستقبال المساعدات هذا وقد عبرت قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري